بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التعليمية الخاصة بمادة الرياضيات على قناة الأنر والفضائية درسنا لهذا اليوم بعنوان متوازي الأضلع أعزائي الطلاب سنتعلم في درسنا لهذا اليوم المهارات الثلاث التالية أولا مفهوم متوازي الأضلع ثانيا ارتفاع متوازي الأضلع ثالثا وأخيرا خواص متوازي الأضلع في البداية أحباب الطلاب دعوني أذكركم بأوضاع مستقيمين في مستوى واحد ليكن قاف واحد وقاف اثنين مستقيمين واقعين في مستوى واحد عندئذ يمكن وصف هذين المستقيمين بأحد الأشكال الآتية أولا المستقيمان المتقاطعان قاف واحد وقاف اثنين في هذا الشكل متقاطعان في نقطة واحدة هي نقطة مين الحالة الثانية المستقيمان المتعامدان قاف واحد وقاف اثنين في هذا الشكل مستقيمان متعامدان لماذا؟ لأنهما متقاطعان ويحصران بينهما زاوية قائمة إذن قاف واحد يعامد قاف اثنين الحالة الثالثة المستقيمان المنطبقان كما تلاحظ قاف واحد وقاف اثنين مستقيمان منطبقان لماذا؟ لأنهما يتقاطعان في أكثر من نقطة واحدة الحالة الرابعة المستقيمان المتوازية قاف واحد وقاف اثنين في هذا الشكل مستقيمان متوازيان لماذا؟ لأنهم لا يتقاطعان أبدا مهما امتد إذن قاف واحد يوازي قاف اثنين الآن هيا بنا أحباب الطلاب نتعرف على ما هو متوازي الأضلع تأمل معي الأشكال التالية لاحظ هذه الأشكال الأربعة تأمل فيها جيدا عزيز الطالب كل من هذه الأشكال هو مضلع أليس كذلك؟ بلى ما عدد أضلاع كل منها؟ أربعة أضلاع إذن كل من هذه الأشكال هو مضلع رباعي لنتأمل مرة أخرى ونلاحظ جيدا الأسهم المتماثلة الموجودة على الأضلاع المتقابلة على ما تدل هذه الإشارات وهذه الأسهم؟ نعم عزيز الطالب لدينا هنا كل ضلعين متقابلتين متوازيتان إذن أصبح لدينا هنا في كل من هذه الأشكال مضلع رباعي فيه كل ضلعين متقابلتين متوازيتان وهذا هو عزيز الطالب مفهوم متوازي الأضلع إذن متوازي الأضلع هو مضلع رباعي فيه كل ضلعين متقابلتين متوازيتان مرة أخرى متوازي الأضلع هو مضلع رباعي فيه كل ضلعين متقابلتين متوازيتان بناء على ذلك أحباب الطلاب نستطيع أن نحدد معا الآن متى يكون الشكل المتوازي أضلع بناء على المفهوم السابق يكون الشكل المتوازي أضلع إذا توفر فيه الشرطان التاليان أولا أن يكون مضلعا رباعيا ثانيا أن يكون في هذا المضلع الرباعي كل ضلعين متقابلتين متوازيتان إذن حتى يكون الشكل المتوازي أضلع لا بد من توفر هذين الشرطين معا أما إذا لم يتوفر هذان الشرطان أو توفر أحدهما دون الآخر فإن الشكل لا يعتبر متوازي أضلع لذلك هل الشكل الآتي متوازي أضلع؟ هل هذا الشكل عزيز الطالب يعتبر متوازي أضلع؟ لاحظ جيدا إنه مضلع رباعي وفيه ضلعان متقابلان متوازيان ولكنه ليس متوازي أضلع لماذا؟ لأن فيه ضلعان آخران غير متوازيين إذن لدينا هنا مضلع رباعي فيه ضلعان متقابلان متوازيان ولكن ماذا بالنسبة للضلعين الآخرين؟ إنهما غير متوازيين لذلك فإن هذا المضلع ليس متوازي أضلع رغم أنه مضلع رباعي ورغم أن فيه ضلعان متقابلان متوازيان إذن هذا الشكل ليس متوازي أضلع لأن فيه ضلعان متقابلتان ليست متوازيتين وهذا الشكل عزيز الطالب هل هو متوازي أضلع؟ إنه مضلع وفيه كل ضلعين متقابلتين متوازيتان ولكنه أيضا ليس متوازي أضلع لماذا؟ لأنه ليس شكلا رباعيا ليس مضلعا رباعيا إنه مضلع سداسي إذن أبناء العزاء متوازي الأضلع هو مضلع رباعي فيه كل ضلعين متقابلتين متوازيتان وماذا بالنسبة لارتفاع متوازي الأضلع؟ ما هو ارتفاع متوازي الأضلع؟ وكيف نرسم ارتفاعا لمتوازي الأضلع؟ هذا ما سنتعرف عليه معا عندما أعود إليكم بعد فاصل قصير أهلا بكم أحباب الطلاب من جديد لنتابع معا ما هو ارتفاع متوازي الأضلع؟ لدينا هنا متوازي الأضلع ألف باجيم دال نريد أن نرسم ارتفاعا لمتوازي الأضلع من الرأس دال مثلا إلى الضلع المقابلة باجيم لذلك سنثبت المصطرة على الضلع باجيم ونثبت الكوس المثلث القائم الزاوية على المصطرة وعلى النقطة التي تمثل الرأس دال الآن سنرسم هذا الارتفاع من الرأس دال وهو دال ها إذن دال ها كما تلاحظ هو عمود نازل من الرأس دال إلى الضلع المقابلة باجيم في هذه الحالة عزيز الطالب نقول بأن دال ها ارتفاع متعلق بالضلع باجيم دال ها هو ارتفاع مرسوم من النقطة دال أو من الرأس دال ومتعلق بالضلع باجيم عزيز الطالب هل نستطيع أن نرسم ارتفاعا آخر متعلق أيضا بالضلع باجيم تابع معي ولاحظ ألف سين هو أيضا ارتفاع آخر متعلق بالضلع باجيم ولكنه مرسوم من الرأس ألف إذن ألف سين هو ارتفاع آخر متعلق بالضلع باجيم هل نستطيع عزيز الطالب أن نرسم ارتفاعا آخر من الرأس دال إلى الضلع المقابلة ألف باجيم نعم يمكن ذلك إذا ثبتنا المصطرة والمثلث القائم الزاوية بشكل صحيح سنرسم معا دال واو ارتفاع متعلق بالضلع ألف باجيم إذن دال واو هو ارتفاع مرسوم من الرأس دال ومتعلق بالضلع ألف باجيم بناء على ذلك أعزاء الطلاب نستطيع أن نقول بأن ارتفاع متوازل أضلع هو العمود النازل من أحد رؤوسه من أحد رؤوس متوازل أضلع إلى الضلع المقابلة أو امتدادها ارتفاع متوازل أضلع هو العمود النازل من أحد رؤوس متوازل أضلع إلى الضلع المقابلة أو امتدادها الآن هيا بنا نقوم بحل هذا التمرين في متوازل أضلاع الآتي أرسم من الرأس صاد ارتفاعا متعلقا بالضلع سين لام وآخر متعلقا بالضلع لام عين إذن في متوازل أضلاع سين صاد عين لام سنرسم ارتفاعين من الرأس صاد أحدهما متعلق بالضلع سين لام والآخر متعلق بالضلع لام عين ولنبدأ بالارتفاع الأول المتعلق بالضلع سين لام سنثبت المصطرة على الضلع سين لام والارتفاع سنرسمه من الرأس صاد إذن سنثبت الكوس المثلث القائم الزاوية على حافة المصطرة وعلى النقطة أو الرأس صاد ونرسم الارتفاع صاد كاف ارتفاع متعلق بالضلع سين لام ونازل من الرأس صاد الارتفاع الآخر المطلوب عزيز الطالب هو من الرأس صاد أيضا ولكنه متعلق بالضلع لام عين لنحضر المصطرة ونثبتها على الضلع لام عين والمثلث القائم الزاوية على المصطرة وعند النقطة صاد أيضا كما تلاحظ بشكل صحيح ونرسم صاد ميم ارتفاع من الرأس صاد ومتعلق بالضلع لام عين إذن ارتفاع متوازي الأضلع هو العمود النازل من أحد رؤوس متوازي الأضلع إلى الضلع المقابلة أو امتدادها ولكن أحباب الطلاب ماذا بالنسبة لخواص متوازي الأضلع ما هي خواص متوازي الأضلع سنتعرف عليها معا ولكن بعد فاصل قصير أهلا بكم أبناء العزاء من جديد لنتعرف معا الآن على خواص متوازي الأضلع ولنبدأ بالخاصية الأولى لدينا هنا متوازي الأضلع ألف با جيم دال عزيز الطالب لو وصلنا بين الرأسين ألف وجيم وهما رأسان غير متتاليين في متوازي الأضلع القطعة المستقيمة ألف جيم تسمى قطر إذن قطر متوازي الأضلع عزيز الطالب هو قطعة مستقيمة تصل بين رأسين غير متتاليين فيه أي في متوازي الأضلع إذن ألف جيم هو قطر لأنه يصل بين رأسين غير متتاليين في متوازي الأضلع كذلك لو وصلنا با دال سيكون هو قطر آخر في متوازي الأضلع السؤال الآن عزيز الطالب ماذا يصنع القطر بمتوازي الأضلع لدينا هنا متوازي الأضلع ألف با جيم دال ووصلنا القطر ألف جيم كما تلاحظ فإن القطر ألف جيم يقسم متوازي الأضلع لمثلثين مثلث ألف با جيم باللون الأزرق والمثلث ألف جيم دال باللون الأصفر السؤال هنا ما العلاقة بين هذين المثلثين تأمل معي لتكتشف العلاقة بين هذين المثلثين انطبق المثلث ألف جيم دال على المثلث ألف با جيم إذن قطر متوازي الأضلع يقسمه لمثلثين طبوقين القطر في متوازي الأضلع يقسمه لمثلثين طبوقين لننتقل إلى الخاصية الثانية لدينا هنا متوازي الأضلع ألف با جيم دال تأمل الزاويتين ألف وجيم إنهما زاويتان متقابلتان في متوازي الأضلع ولكن ما العلاقة بينهما؟ تأمل جيدا ستجد أن قياس الزاوية ألف يساوي قياس الزاوية المقابلة لها وهي الزاوية جيم بالمثل أيضا عزيز الطالب الزاويتان با ودال تأمل جيدا ستجد أن قياس الزاوية با يساوي قياس الزاوية دال المقابلة لها إذن نستطيع أن نقول قياسة كل زاويتين متقابلتين في متوازل أضلاع متساويان قياسة كل زاويتين متقابلتين في متوازل أضلاع متساويان قياسة زاوية ألف يساوي قياسة زاوية جيم قياسة زاوية با يساوي قياسة زاوية دال الخاصية الثالثة نتعرف عليها من متوازل أضلاع ألف با جيم دال المرسوم أمامكم لاحظ الزاويتين ألف وبا إنهما زاويتان متتاليتان في متوازل أضلاع زاويت ألف وزاويت با زاويتان متتاليتان في متوازل أضلاع ألف با جيم دال ما العلاقة بينهما؟ انظر تعمل جيدا ستجد أن قياس الزاوية ألف زائد قياس الزاوية با يساوي 180 درجة إذن قياس زاوية ألف زائد قياس زاوية با يساوي 180 درجة بالمثل عزيز الطالب قياس الزاوية با زائد قياس الزاوية جيم أيضا يساوي 180 درجة قياس الزاوية جيم زائد قياس الزاوية دال أيضا يساوي 180 درجة وأيضا قياس الزاوية دال زائد قياس الزاوية ألف يساوي 180 درجة معنى ذلك أن مجموع قياسين كل زاويتين متتاليتين في متوازل أضلاع يساوي 180 درجة الآن هيا بنا أحباب الطلاب نوظف هاتين الخاصيتين في حل التمرين التالي احسب قياسات كل من زوايا متوازل أضلاع الآتي لدينا هنا متوازل أضلاع سين صاد عين لام والمطلوب أن نحسب قياسات الزاوية الأربعة زاوية سين وزاوية صاد وزاوية عين وزاوية لام مع العلم أن هذه الزاوية قياسها 65 درجة أحباب الطلاب لنبدأ أولا بالزاوية صاد الزاوية صاد أو الزاوية سين صاد عين والزاوية التي قياسها 65 درجة هما زاويتان متجاورتان أي أن مجموع قياسيهما يساوي 180 درجة لذلك فإن قياس زاوية سين صاد عين يساوي 180 ناقص 65 ويساوي 115 درجة إذن قياس الزاوية سين صاد عين يساوي 115 درجة لننتقل الآن لإيجاد قياس الزاوية صاد عين لام عزيزي الطالب زاوية صاد عين لام وزاوية سين صاد عين هما زاويتان متتاليتان في متوازل أطلاع أي أن مجموع قياسيهما يساوي 180 درجة إذن قياس زاوية صاد عين لام يساوي 180 ناقص 115 ويساوي 65 درجة إذن قياس زاوية صاد عين لام يساوي 65 درجة الآن سنحسب معا قياس الزاوية لام عزيزي الطالب الزاوية لام والزاوية سين صاد عين هما زاويتان متقابلتان في متوازل أطلاع وكما تعرفنا قبل قليل الزاويتان المتقابلتان في متوازل أطلاع متساويتان إذن زاوية لام قياسها يساوي 115 درجة قياس زاوية لام يساوي 115 درجة الآن عزيزي الطالب سننتقل لحساب قياس الزاوية سين كما تشاهد زاوية سين وزاوية عين هما زاويتان متقابلتان في متوازل أطلاع لذلك فإن قياسيهما متساوية إذن قياس زاوية سين يساوي قياس زاوية عين ويساوي 65 درجة إذن أبناء العزاء تعرفنا أن قطر متوازل أطلاع يقسمه لمثلثين طبقين وكذلك تعرفنا أن قياسي كل زاويتين متقابلتين في متوازل أطلاع متساويان وكذلك تعرفنا أيضا أن مجموع قياسي كل زاويتين متتاليتين يساوي 180 درجة هناك خصائص أخرى لمتوازل أطلاع سنتعرف عليها عندما أعود إليكم بعد قليل أهلا بكم أحباب الطلاب من جديد لنتعرف معا الآن على الخاصية الرابعة من خصائص متوازل أطلاع لدينا هنا متوازل أطلاع ألف با جيم دال تأمّن عزيزي الطالب الضلع ألف با والضلع المقابل له دال جيم ستجد أن ألف با يساوي دال جيم بالمثل أيضا ألف دال يساوي با جيم إذن ألف دال يساوي با جيم ومن قبل ألف با يساوي دال جيم إذن نستطيع أن نقول عزيزي الطالب كل ضلعين متقابلتين في متوازل أطلاع متساويتا الطول لنوظف معا هذه الخاصية في حل التمرين التالي أحسب محيط متوازل أطلاع الآتي لدينا هنا متوازل أطلاع ألف با جيم دال فيه با جيم يساوي 6 سنتيمترات ودال جيم يساوي 3 سنتيمترات المطلوب أن نحسب محيط متوازل أطلاع الذي يساوي مجموع أطوال أطلاعه وكما نعلم أيضا فإن في متوازل أطلاع كل ضلعين متقابلتين متساويتا الطول إذن الضلع ألف دال يساوي الضلع المقابل له وهو با جيم ويساوي 6 سنتيمترات بالمثل فإن ألف با يساوي دال جيم ويساوي 3 سنتيمترات الآن بكل سهولة محيط متوازل أطلاع يساوي مجموع الأطلاع التي قياساتها 6 زائد 3 زائد 6 زائد 3 ويساوي 18 سنتيمترات الخاصية الخامسة من خصائص متوازل أطلاع عزيزي الطالب تتعلق بالقطرين ألف جيم هو قطر في متوازل أطلاع بادل أيضا هو قطر في متوازل أطلاع القطران تقاطع في النقطة ميم لنتأمل الآن القطعة المستقيمة ألف ميم إنها تساوي القطعة المستقيمة ميم جيم إذن ألف ميم يساوي ميم جيم بالمثل فإن باميم يساوي ميم دال باميم يساوي ميم دال ماذا يعني ذلك عزيزي الطالب ألف ميم يساوي ميم جيم يعني أن القطر ألف جيم قد تنصف في النقطة ميم وباميم يساوي ميم دال يعني ذلك أن القطر بادال قد تم تنصيفه أيضا في النقطة ميم بطريقة أخرى القطر ألف جيم ينصف القطر بادال وبالعكس القطر بادال ينصف القطر ألف جيم إذن نستطيع أن نقول قطراء متوازي الأضلاع متناصفان قطراء متوازي الأضلاع متناصفان يعني أن قطري متوازي الأضلاع ينصف كل منهما الآخر الآن إلى هذا التمرين في متوازي الأضلاع الآتي احسب طول كلا من ميم عين وصاد لام لدينا متوازي الأضلاع سين صاد عين لام القطر سين عين والقطر صاد لام تقاطع في النقطة ميم سين ميم يساوي أربعة سنتيمترات وصاد ميم يساوي خمسة سنتيمترات المطلوب أن نحسب أولا ميم عين في الخاصية السابقة تعلمنا عجز الطالب أن قطري متوازي الأضلاع متناصفان إذن ميم عين يساوي سين ميم ويساوي أربعة سنتيمترات إذن نستطيع أن نقول ميم عين يساوي ميم سين يساوي أربعة سنتيمترات الآن صاد ميم يساوي خمسة سنتيمترات بالمثل فإن لام ميم أيضا يساوي خمسة سنتيمترات أما صاد لام فإنه يساوي صاد ميم زائد ميم لام ويساوي خمسة زائد خمسة ويساوي عشرة سنتيمترات سؤالنا التالي في المثلث ألف با جيم النقطة ميم منتصف الضلع ألف جيم ابحث عن النقطة ه بحيث يكون الشكل ألف با جيم ه متوازي أضلاع لدينا هنا المثلث ألف با جيم كما تلاحظ النقطة ميم منتصف الضلع ألف جيم أي أن ألف ميم يساوي ميم جيم المطلوب أن نبحث عن النقطة ه نحدد مكان للنقطة ه بحيث يصبح الشكل ألف با جيم ه متوازي أضلاع عزيز الطالب لمعرفة مكان النقطة ه سنستفيد من خاصية متوازي الأضلاع التي تقول بأن قطري متوازي الأضلاع متناصفة لذلك سنحضر المسطرة ونثبتها على نصف القطر باميم ونمد باميم على استقامته بقدر طوله كما تلاحظ في الرسم هنا باميم يساوي أربعة سنتيمترات سنمده على استقامته بمقدار أربعة سنتيمترات أخرى فتكون هذه هي النقطة ه الآن باميم يساوي ميم ه لاحظ با ه وجيم ألف هما قطران متناصفان في متوازي الأضلاع الآن سنصل الضلع جيم ه وسنصل أيضا الضلع ألف ه ليتكون لدينا متوازي الأضلاع ألف با جيم ه الآن عزيز الطالب نستطيع أن نجمل خواص متوازي الأضلاع فيما يلي خواص متوازي الأضلاع خاصية الأولى كل ضلعين متقابلتين في متوازي الأضلاع متساويتان طول ثانيا قياسها كل زاويتين متقابلتين في متوازي الأضلاع متساويتان الخاصية الثانية قياسها كل زاويتين متقابلتين في متوازي الأضلاع متساويان الخاصية الثالثة مجموع قياسي كل زاويتين متتاليتين في متوازي الأضلاع يساوي 180 درجة والخاصية الرابعة القطر يقسم متوازي الأضلاع لمثلثين طبوقين والخاصية الأخيرة قطراء متوازي الأضلاع متناصفان أي ينصف كل منهما الآخر سؤالنا الأخير أبناء العزاء هو نشاط للمتفوقين لدينا في الرسم هنا متوازي الأضلاع وقد تم تقسيمه إلى متوازيات أضلاع صغيرة والمطلوب كم متوازي أضلاع في الشكل المرسوم ما عدد متوازيات الأضلاع المرسومة في هذا الشكل هل هي أربعة أم خمسة أم سبعة أم تسعة بذلك أحباب الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم والذي تعلمنا فيه مفهوم متوازي الأضلاع وقلنا متوازي الأضلاع هو مضلع رباعي فيه كل ضلعين متقابلتين متوازيتان ثم تعرفنا على ارتفاع متوازي الأضلاع وقلنا هو العمود النازل من أحد رؤوس متوازي الأضلاع إلى الضلع المقابلة أو امتدادها ثم تعرفنا أخيرا على خواص متوازي الأضلاع في الختام لا يسعني إلا أن أتمنى لكم دوام النجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته